بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائن في محكم كتابه الكريم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه وإني حرمت المدينة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للرئاسة العامة لشؤون الحرمين وعلى رأسي أخي معالي الشيخ الدكتور عدرحمن ستيس على جهوده خاصة وعلى جهود الإخوة في هذه الرئاسة المباركة وعلى ما يقومون به من عمل مبارك موفق إضافة إلى ما يقومون به من أعمال من رعاية وعناية بالحجاج والمعتمرين إضافة إلى ذلك ما يقومون به من الدعوة إلى الله وأيضا ما يقومون به من هذه النشاطات المباركة أيها الأحبة حديثنا في هذه المحاضرة عن الأمن في الحج وهو موضوع جدير بالاهتمام لا سيما ونحن في أشهر الحج المباركة وعلى مقربة من أيام الحج الفاضلة التي يجتمع فيها المسلمون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويتزودوا من خير الزاد يقول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق وأيضا جاء في قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفة ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وفضائل الحج عظيمة ليس هذا هو موضع لبصدها ولكن نذكر طرفا منها وذلك لأن الحج من أفضل الطاعات وأجل القروبات إذ جعله الله سبحانه وإحتعالا أحد أركان الإسلام الخمسة التي يرتكز عليها الدين الإسلامي والذي بينه نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قوله بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ومن فضائل الحج أيضا ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمة وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وأما الأمن في الحج فإن الأمن كما قال أهل العلم هو ضد الخوف وأيضا قالوا هو السلامة من كل ما يخاف منه فإذا قصد المسلمون بيت الله الحرام آمنين مطمئنين لا يخافون إلا الله فتلك نعمة عظيمة من أعظم النعم أيها الأحبة الكرام إن أساس قواعد الأمن في الحج هو ما جاء على أنسنة أنبياء الله عليه السلام ويتجلى ذلك في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداء فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال عليه الصلاة والسلام أليس يوم النحر قلنا بلى قال عليه الصلاة والسلام فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال عليه الصلاة والسلام أليس بذي الحجة قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائد وقد دلت هذه الخطبة العظيمة والكلمات المباركة القويمة على أساس الأمن في الحج وغيره فبينت بيانا واضحا عظم حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وعصمتها وأنه لا يحل الاعتداء عليها بأي نوع من أنواع الاعتداء وقد ذكر شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله كلاما نفيسا في هذا الباب فقال رحمه الله والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطبهم في حجة الوداء قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله وقال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول فقال إنه أراد قتل صاحبه وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض وقال عليه الصلاة والسلام إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وهذا كلام النفيس لشيخ الإسلام لتيمية رحمه الله تعالى وأيضا هذا نبي الله إبراهيم الخليل طلب الأمن من الله تعالى لهذا البلد المبارك فجاء في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنة وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب الناب وبئس المصير فدعى الخليل إبراهيم أن يجعل الله تبارك وتعالى هذا البلد وهي مكة المكرمة آمنة لمن فيها فاستجاب الله دعاءه وجاء من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه وإني حرمت المدينة فحرام ما بين لابتيها لا يصاد صيدها ولا يقطع غضاها وقد جاءت النصوص من القرآن الكريم تبين أمن هذا البلد المبارك فجاء في قوله تعالى وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِّرَا بَيْتِهَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وجاء أيضاً في قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وجاء أيضاً في قوله تعالى وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجب إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ولا شك أن هذا البلد هو البلد الأمين وهذا البلد الأمين كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أيها الأحبة الكرام لقد رسخ الشرع الحنيف قواعد الأمن في الحج كما تقدم آنفاً ثم قيض الله سبحانه وتعالى من عباده قيض الأخيار من يسعى ويجتهد في خدمة بيت الله الحرام وأيضاً لترسيخ الأمن والأمان في الحج فكان من توفيق الله سبحانه وتعالى لولاة أمر هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية حرسها الله هم الأخيار في هذا الزمان فكانوا أحق بهذه الملحة العظيمة وكانوا أهلاً لها حتى شهد الحرمان الشريفان من التوسعة والتشييد والعمارة بما لم يكن في تاريخ الأولين وأيضاً اعتنوا بجانب الأمن والأمان وذلك هو ما حصل في هذه البلاد المباركة الذي لا يماثله أي بلد آخر ولا شك أن ما تقوم به هذه البلاد من خدمة الحجاج والمعتمرين بكل وسائل الراحة والتيسير لا شك أنه أمر تاريخي تتجلى في هذا العهد المبارك وهم أئمة آل سعود من الأموات رحمهم الله وأيضاً حفظ الله الباقين ذخراً للإسلام والمسلمين فلله الحمد والمنة على هذه القيادة الحكيمة والرشيدة التي نذرت نفسها لله تعالى ثم لمصالح إخوانهم المسلمين ضحوا بكل غال ونفيس في سبيل المحافظة على أمن هذا البلد الأمين وفي سبيل راحة الحجاج والمعتمرين وهذه العناية منذ مجيئهم حتى يرجعوا إلى ديارهم آمنين مطمئنين وهم في نعمة وسرور وحبور وهذا ولله الحمد فضل من الله ومنه يلتمسه ويجده كل حاج ومعتمر إلى هذه البلاد ولي أيضاً يلتمسه كل زائر لهذا البلد الأمين فيرى من التيسيرات والتسهيلات ما لا يخفى على كل ذي عينين وسيشهد لهم التاريخ بما قاموا به من أعمال مباركة لهذا البلد الأمين ولكي تكون الحلقات متكاملة فلا بد من التنويه بهذه الحقيقة التاريخية التي طالما قرأها المتأملون في صفحات التاريخ الغابر وهي كذلك ماثلة في واقعنا الحاضر وهي أن الحكم السعودي في هذه البلاد المباركة منذ أن تولوا قيادة هذه البلاد المباركة وأيضاً ما حصل لهم من تمكين للبلدين الحرمين الشريفين ونجد أن الأمن قد استتبى فيهما وقد ذكر المؤرخون ما يدل على ذلك يقول ابن بشر في تاريخ الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود رحمه الله يقول كان الحجاج والقوافل وجبات الغنائم للزكاة والأخماس وجميع أهل الأسفار يقول يأتون من البصرة وعمان وبلاد العجم والعراق وغير ذلك يأتون إلى الدرعية ثم بعد ذلك يحجون منها ثم يرجعون إلى أوطانهم يقول رحمه الله لا يخشون أحداً في جميع البوادي مما احتوت عليه هذه المملكة لا بحرب ولا سارقة وليس يأخذ منهم شيء يقصد بذلك الحجاج ويقول رحمه الله ويخرج الراكب وحده من اليمن ومن تهامة ومن الحجاز ومن البصرة ومن البحرين ومن عمان ومن أنقرة ومن الشام يقول لا يحمل سلاحاً بل سلاحه عصاه لا يخشى كيد عدو ولا يخشى من يريده بسوء وهذا الذي ذكره ابن بشر وذكره أيضاً غيره من المؤرخين نجده أيضاً وأكثر منه في كتابات المستشرقين الذين جابوا ديار العرب ومنهم المستشرق كينث وقد ألف كتاباً في عام 1950 للميلاد يقول ويذكر في هذا الكتاب لقد عني ابن سعود يقصد في ذاك الوقت بصحة الحجاج أقصى عناية وكان لاهتمامه بتحسين مياه الشرب والشؤون الصحية والمستشفيات وما إلى ذلك مما تراه اليوم وهو يقصد في رحلته لتلك البلاد في ذاك الوقت يقول وما تراه اليوم في تلك المدن الحجازية كمكة وجدة أكبر الأثر في تخفيض عدد الوفيات بين الحجاج أيضاً جاء عن المستشرق في ربي وذكر أيضاً شيئاً من ذلك عندما قال أن الحجاج الذين زاروا الحجاز آنذاك وفيما بعد تلك الحقبة خلال السنوات القليلة التي سبقت التدهور الاقتصادي المريع في أوائل سنة الثلاثين الميلادية يقول لم يجدوا أي سبب يدعوهم للشكوى أو التدمر من الأخطار أو عدم تأمين سلامتهم يقول أيضاً هذا علاوة على أن الإجراءات التي اتخذت واتخذتها أيضاً هي من آل سعود شخصياً في المحافظة على صحة الحجاج ويقول هي جديرة بالتقدير فهو يثني على تلك الجهود التي كانت تبدل وخاصة الجهود الشخصية من آل سعود وأيضاً عنايتهم بالحج وبالحجاج ولعلنا نختم هذه المحاضرة بالمقومات وهي من أعظم الأسباب في أمن الحج ولا شك أن من تلك الأسباب هو تطبيق الشريعة الإسلامية والعقيدة الصحية في هذا البلد المبارك لا شك أن الأمن في الحج بل والأمن بمفهومه الشامل لازم من لوازم تطبيق الشريعة وهو ثمر من ثمرات العقيدة الإسلامية الصافية إذ تزرع الشريعة الإسلامية الوسطية والعقيدة الصحيحة في نفوس معتنقيها الرغبة في الخير للغير وأيضاً هذه الشريعة تهذب السلوك وتهدي للتي هي أقوى من مكارم الأخلاق ومحامد الصفات رغباً ورهباً نحمد الله سبحانه وتعالى على منه وكرمه فإن دستور هذه البلاد المباركة وهي المملكة العربية السعودية هو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على فهم سلف الأمة ولا شك أن هذا من أعظم الأسباب المعينة على استثباب الأمن في الحج وغيره قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبرهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ومن مقونات الأمن في الحج تطبيق الحدود الشرعية ولا شك أن من أهم عوامل تحقيق الأمن في الحج بل والأمن الشامل بمفهومه العميق في المملكة العربية السعودية هو تطبيق شعيرة الحدود الشرعية كحد القصاص وحد الحرابة وحد القذف وحد المسكر وغيرها من الحدود ولا شك أن تطبيق هذه الحدود آثاره ملموسة في تقليص الجرائم واستثباب الأمن والحياة الآمنة تحقيقاً لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب لعلكم تتقون وأيضاً من مقومات الأمن في الحج اهتمام القيادة قيادة هذه البلاد المباركة الرشيدة اهتمامهم بالحج وبأمنه فقادت هذه البلاد المملكة العربية السعودية تسير على منهاج النبوة وتعمل دائبة على تحقيق أمن الحج وأيضاً لما يتعلق بالأمن العام في داخل البلاد وفي خارجها وأيضاً حفظاً لمعالم الدين القويم من الاندراس وحماية لبيضة الإسلام ورفعاً أيضاً لراية التوحيد وتلك نعمة امتنى الله بها على المجتمع السعودي خاصة وعلى المسلمين عامة أيضاً من مقومات الأمن في الحج هو جهود رجال الأمن حسب توجيهات ولاة الأمر في هذه البلاد فقدم رجال الأمن في هذه البلاد المباركة في مختلف القطاعات العسكرية وعلى مختلف تخصصاتهم أمروا عملاً عظيماً لتحقيق أمن الحج وأيضاً تسخير كل الوسائل والإمكانات لأداء فريضة الحج بأمن وأمان وسكينة واطمئنان وهدوء وذلك بدافع إخلاصهم والعمل لله تعالى وحده لا شريك له ثم تأدية لواجبهم المنوط بهم تجاه هذا الوطن المبارك ومن مقومات الأمن أيضاً في الحج هو التكاتف المجتمعي والوعي العام فنجد أن مجتمع المملكة العربية السعودية من مواطنين ومقيمين ووافدين على وعي تام وعلى إدراك كامل لأهمية أمن الحج وأمن الحجاج ولا شك أن ذلك من ثمرات الدين الإسلامي الوسطي والعقيدة الصحيحة الذي استقوها في هذه البلاد المباركة وتعلموها على مثابة من الرشد القويم فلذلك نجدهم يقومون بواجباتهم تجاه الأمن من ديانة وأمانة ووفاء وبدوافع الرقابة الذاتية فنجد أن بعد ما تحقق هذا الأمر استتبل الأمن وأيضاً نجد أنه قد انتشر التآلفة بين المواطنين والمقيمين وأيضاً ما يقومون به من خدمة وعناية بالحجاج الله أسأل أن يحفظ علينا ديننا وأمننا ولا تأمرنا وأن يهيئ للأمة الإسلامية في كل مكان وزمان أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف ويونهى فيه عن المنكر إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة